في محافظة إب التي آثرت الهدوء ثمت قتل يومي وهدم للمنازل وتشريد لسكانها ثمن الحرية والكرامة باهظ في هذه المحافظة في ظل سيطرة الميليشيا المسكونة بالحقد الطائفي والمشروع السياسي السلالي الموتور واجه أبناء قرية الدهيمية بمنطقة الأسلوم في مديرية حزم العدين الواقعة بغرب محافظة إب هجوما غير متوقع من قبل الميليشيا التي داهمت قريتهم بالسيارات المسلحة وبالمسلحين بحثا عن الدواعش بحسب زعمها خاض أبناء القرية الجولة الأولى مع الميليشيا وهزموها لكن الميليشيا ارتدت بقوة أكبر فقاتل أبناء القرية حتى نفذت دخيرتهم فاضطروا لمغادرة قريتهم مرغمين لتبدأ معركة الميليشيا في التفجير والنهب والترويع والاعتقال ستة منازل تم تفجيرها ثلاثة منها تم تسويتها بالأرض هذا المنزل الذي أنفق صاحبه الملايين ومعها زهرة العمر لكي ينجزه لم يعد موجودا لقد فجره مسلح الميليشيا الكارثة متعددة الأبعاد هنا فقرية الدهيمية تقع على منحدر صخري أمر فاقم من تأثير التفجيرات على سلامة المنازل المتبقية حيث يفيد أبناء القرية بأن خزانات المياه تشققت وباتت القرية وسكانها بين لحظة وضحاها في وضع سيء وكارثي اعتقلت الميليشيا ستة من سكان القرية فيما لا توجد ضمانات بعدم تكرار الهجمات على القرية ذاتها في ظل الإصرار الذي أظهرته الميليشيا على ممارسة العقاب الجماعي بهذه الصورة الفجة مسافة زمنية قصيرة تفصل هذا الاعتداء عن اعتداء مماثل شهدته منطقة الشعاور والأهمول الثائرة حيث تم تفجير خمسة منازل ثلاثة منها في قرية المدرج بعزرة الأهمول أحدها يعود لقائد المقاومة الشيخ حزام الهاملي ومنزلين في قرية بني محمد بعزرة الشعاور بينهم منزل قائد المقاومة الشيخ فيصل الشعوري أكثر من خمسين منزلا تم تفجيرها في محافظة إب رغم أن هذه المحافظة لم تتحول بعد إلى جبهة مفتوحة في مواجهة الميليشيا لكن نهج التركيع والترويع يبدو أنه لن يصمد كثيرا في إب التي تموج بالغضب وتتحين لحظة الانفجار